يا أهلا بكم مرة تانية طبعا زي ما حضراتكم عارفين النهاردة إن شاء الله وفي تحديدا في السابعة مساء الأهلي في مواجهة سيراميها كليوباترا أكيد حماتش هكون مش سهل بأي حال من الأحوال الخصم مش سهل كمان هو يعني لازم يعني ندي له حقه برضو أكيد من وراء مش هتكون مباراة سهلة الطرفين أكيد عايزين الثلاث نقاط الأهلي بطبيعة الحال عايز يحفظ على الصدارة وبرضو بطبيعة الحال فريق المنافس عايز يعدل من نتائجه الغير جيدة حتى الآن أحراتكم ملف هذا اللقاء ونتكلم عنه بشكل مفصل وتوقعات المتش ده سيكون عامل إزاي مع كابتن أحمد عبد الفتاح ناجم النادي لأهلي السابق يا صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معنا صباح الخير كريم وصباح الخير على مشاهدي قناة الأهلي وجميل سنة وحديك طيب إن شاء الله سنة جديدة سنة خير عليك وعلى أهل بيتك وحبايبك كلهم إن شاء الله يا رب كل السنة طيب إن جميع عارفين طيب نبتدي بماتش النهاردة ولا نبتدي بآخر ثلاث ماتشات اللي كان فيهم عدد اثنين تعادل وعدد واحد فوز جيه يعني في الوقت القاتل زي ما بيقول نبتدي بالتعدلات اللي حصلت وعايزين حضرت كمان تقفلنا شوية عند رؤيتك لماتش اسموحة بصفة خاصة بعيدا كمان عن فارك وفيوتر والله المباراة يعني بعد المباراة خدت صدى كبير جدا وكلام كتير جدا بالنسبة لمحبية ومعاشق النادي الأهلي والناس فيه ناس زعلنا كتير جدا من هداء النادي الأهلي بس إحنا لو رجعنا كده شريط المباراة اللي مش الأهلي واسموح حلا المباراة للأهلي مع مدير فني زي كابتن طرر العاشر كابتن عاشر ليه أسلوب معاين في طارية اللعبة يعني أي فرقة بتلعبه وميجي لعب النادي الأهلي وميجي لعب النادي الزمالك بالذات وفتكر كده أول مباراة في الدوري برضو كان مع الزمالك وعمل مباراة بنفس الأسلوب وخسر في وقت صغير لكن هو كابتن طرر ليه أسلوب لعبة معين تحس ان انت بتلعبه كفرقة عايزة تكسب تحس انك انت بتزهق ساعات في وقت ملا وقت واحنا شفنا المباراة كان فيها لغة كبيرة جدا وليها فيها أسلوب لعب غريب شوية من لعب سموحة أثرت جدل كبير الحياة أكيدا موضوع تضيع الوقت والدفاع المستميد كله بلعب من أول ديات في لص الملعب فده أسلوب لعب معين هو جاي كابتن داري عارف بلعب من نادي الأهلي عارف عايز ياخد بونت من نادي الأهلي في الفترة دي أكيد مكسب بالنسبة لسموحة فبيشتغل بأسلوب معين عشان يطلع بالمكسب هو بالنسبة له النقطة دي مكسب اللي هو تكنيك أخرى في المقابل من نادي الأهلي بلعب جيم من أول دي عايز ياخد ثلاثة بونت زي معظم مباراته اللي فاتت لكن مش كل مباراته تريبها سهلة احنا برضو لازم يكون عندنا الناس اللي بدك تتفرج لازم تفهم من مش كل مباراته بسهلة مش كل مباراته في الدور فيش فرقة بتكسب كل الماتشات فلازم يكون عندنا صبر شوية ولازم يكون عندنا الدوري طويل بس هو القلق من خسارتين للدوري اللي موسم اللي فاته والقبليه ده عامل القلق شوية فأي نتيجة أو أي أداء اللعابة النادي الأهلي بيبقى فيه هدوء شوية أو فيه طراخي القلق ده مفيد ولا مضر في الحالة اللي احنا فيها دي يعني ممكن القلق ده ينتج عنه حافز ودفع قوي جدا للعيبة ولا ممكن ياخد من تركزهم لا لا الفترة دي محتاجة قلق ومحتاجة أن انت مش أقول نضغط على العيبة لازم تحسس من الوقت للآخر تفوق الفرقة وتعرفهم احنا ايه ووضعينا ايه والناس مستنية مننا ايه ودخلين على بطولات ايه وعايزين من البطولات دي ايه النادي الاهلي على طول محتوط تحت ضغط العيبة محتوط تحت ضغط ضغط جماهيري بالنسبة لجماهير والعاشقة ليه بالضبط وعنده بطولة بيخلص بطولة بيخش على بطولة احنا داخلين خلاص اهو بنحضر عشان نروح البطولة المحببة بالنسبة لنا هي كاس العالم الأندية اللي هي بتبقى أنا شاب اللي بتبقى مكافئة لعيبة النادي الاهلي في المشورة الافريقي اللي هو بيقديه لكن احنا برضو عندنا حافز تاني البطولة المحببة بالنسبة لنا الدور العام اللي هي غايبة عن القلعة الحمراء بقالها مسلمين ودي ما بتحصلش غير كل مواصم طويلة جدا فالعيبة محتوطة تحت ضغط في موضوع الدور العام ممكن جماهير النادي الاهلي تقبل خسارة اي بطولة الا بطولة الدور العام السنية فهي دي المشكلة للعيبة النادي الاهلي وده عجيب على فكرة ويعني الموضوع ده من قديم الأذن يعني ممكن بنكلمها على مشاركة الاهلي في كاس العالم للأدية تلاقي جماهير برضو ايه الدوري انظام الزبط هو دي فم ازاي بيشارك في دور يا عبطال الدوري انظام لانك انت لانهيل برضو هنجع نقطة مهمة جدا انك انت بتنافس فيها المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك فهي دي البطولة اللي بتلعب فيها بطولة افريقي ابي ما معاك بس انت اللي بتكمل ساعة نادي الزمالك بيخرج من الأدوار المجموعة انت اللي بتكمل فعشان كده لو نادي الزمالك كمل في بطولة افريقا هتلاقي البطولة تاخد طابع خاص هتوبها شكل مختلف زي الدور العالم دايما اي ماتش للأهلي والزمالك هو بطولة مستقلة هو ده من ساعة ما اتولدنا والناس اللي قابلينا وده ايه خلاص كرة في مصر التنفس القوى بالنادي الأهلي والزمالك وده طبيعي وده اللي احنا مستنينه الفترة الجاية ان شاء الله في تفوق بالنسبة للنادي الأهلي ان شاء الله ان شاء الله طيب هل شايف ان ده وفع الفريقين على اختلافها ممكن تخلي الماتش النهاردة ماتش مفتوح وفيه هجوم متبادل ولا بالعكس ماتش مقفول وخصوصا من قبل سيراميكا كليفاتر بص سيراميكا عنده مشكلة كبيرة جدا خسارة المباراة اللي فاتت من الاتحاد وانا شايف بالنسبة لسيراميكا والطموح اللي هم كان عاملينه بداية الموسم في استقطاب اولا جهاز فني على اعلى مستوى كابتان احمد سامي وجهاز الفني ومعاك كابتان احمد ناجي طبعا تاريخ كبير في حراس المرمى وتدريب حراس المرمى واحمد سامي برضو احمد سامي من جيل النادي الأهلي من جيلي وكان لعيب في النادي الأهلي هنا من اللعيبة والمدربين اللي لهم طموح انه هو الفترة الجاي بقى في حتة كويسة وطبعا في السيراميكا طبعا حتة كويسة بداية الدوري واستقطاب مجموعة من اللاعبين على الاعلى مستوى انه هو يجيب احمد ياسر ريان جين ابوكا معه محمد ابراهيم لو كلمنا في كل خط من الخطوط محمد بسامي حارس المرمى مجموه من نادي الجيش كل خط من الخطوط عنده لعيبه اثنين وثلاثة لعيبه مميزين جدا الطموح مجاش على قد النتائي مجاش على قد الطموح اللهم بس ده طبيعي انك انت بيكون جايب مجموعة من اللاعب جديد وبتدخلهم في وسط الفرق بتاخد وقت شوية لكن هم كان عندهم طموح السنادي ولسه طبعا الدوري لسه طويل عايزين يخش المربع الزهبي لكن النتائج مش جاي معهم النهاردة بيلعب النادي الاهلي طبعا بالنسبة له اي فرق بتلعب النادي الاهلي المورا بالنسبة له اولا ممتع النادي الاهلي بيلعب جيم مفتوح وهو كابتن احمد من المدربين اللي بيشتغلوا جيم مفتوح يعني مش زي كابتن مش زي كابتن العشري بيشتغل جيم مقفول وعايز ياخد بنت لعب الرجل كابتن احمد سامي بيلعب جيم مفتوح بيفكر في المكسب وده بان لما كان مسك فرق سموحة فترة من الفترات وكان بيلعب نادي الاهلي المورا بالنسبة لزمالك وبيلعب جيم مفتوح وكل الفرق فده ده فكر مدرب فكابتن احمد سامي عنده الفكر ده فهتلاقي المباراة حلوة مباراة مفتوح كل اللي بيفكر في التلاتة بنت لكن هو خسارة التلاتة بنت اللي فاتت من الاتحاد وانا شايف نادي الاهلي خسارت اتنين بنت في مباراة سموحة هتلاقي المباراة النهاردة فيها حافظ وطموح ان كل الفرق بتلعب على التلاتة بنت من اول دقيقة غير كير حاجة تانية طبعا فيه تموح تاني المجموعة من اللعيبة اللي مثلا زي احمد يصر ريان كان لعيف في النادي الاهلي عايز يزبت انه هو كان يتمنى انه يكون متواجد في النادي الاهلي فهتلاقي هتلاقي مباراة صعبة جدا المباراة دي بس اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يتصالح جماهيره بالنسبة لان احنا برضو نزيعدت كتير المباراة اللي فاتت فتمنى ان المباراة دي تكون مصالحة للجماهير وتكون بداية الانتصارات جاية إن شاء الله الفترة الجاية. مستر كولر بقى ورؤية حضرتك لكيفية تعامله مع اللعيبة فنيا ونفسيا كمان قبل فنيا. شايف ان عكسات وجوده حتى هذه اللحظة عاملة ازاي? بص مستر كولر تحس ان هو هادي شوية. يعني على الخط تحس ان هادي شوية. ماسك ورقة بيكتب كل الأخطاء أكيد بيشتغل على الأخطاء دي في التمرين. بيشتغل على الأخطاء دي في أوقات كتيرة في المحاضرات في الفيديو. بأكيد بيتكلم معهم كتير. طبعا هو برضو احنا لو كلمنا بداية موسم لسه يعني. هو اشتغل مع الفرح حوالي مثلا دلوقتي 12-13 مباراة. مفروض خلاص. انت 12-13 مباراة خلاص فكرك خلاص وصل للعيبة. تشتغل بسلوم معين. بس انت برضو بيحصل لك في الوسط بعض الإصابات اللي مكونش حد توقحها زي صابة أكرم توفيق ربنا يشفي يا ربط الإصابة زعلتنا كلنا وزعلت جميل النادي الأهلي أكرم في الحتة دي أو في المكان ده. تحس ان خلاص كنا بنفكر في أكرم خلاص المكان ده. تحجز له لمواسم كتيرة جدا. بس نتمنى له الشفاء إن شاء الله ورده. دائما حليقة أكرم طول عمره بمالي مكانه ومالي مركزه بالمعنى الحرفي للكل. أتمنى ان هو تكون يرجع بسرعة. إن شاء الله. وتكون الإصابة دي يعني ما تاخدش من وقته كتير إن شاء الله ويرجع. عندنا برضو طهر محمد طهر مش موجود. من اللعيبة برضو اللي بدأت الموسم بداية جيدة جدا. صحيح. وبرضو أكيد عدم وجوده وأنا شايف مؤثر في إداية النادي الأهلي. النهاردة أصابة أحمد عبدالقادر برضو مش موجود في تشكيل النادي الأهلي. فمن المباراة الأخرى بتفقد لعيبة أو اتنين. وكلهم مهمين. وكلهم موسرين. أكيد طبعا. في ناس بتخش في ناس مستوها بيعلى. تدد دخلها زي حسين الشحات. اللي بدأ يخش في الصورة. بدأ. دخلوا بديل. ساعة بيبدأ المباراة. وكان جيد اللي خرجوا من الصورة أصلا. حسين الشحات العيب هايل. هجي طبعا. بس لازم برضو نشيد بكريم فؤاد. لما بستالكورة اللعبوا في الحتة اللي قدام دي. فخدت مكانه. فحجز مكانه في الحتة دي فترة كريم. فهو اللي بيأخد اللي بيلعب وبيزبت نفسه. فخلاص بيكمل شوية لغاية ما يجي دور اللعيب التاني. يحصل إصابة. يحصل إنذارات. يحصل لعيبة. دي بدأ عن مستوها شوية. فده الطبيعي في الكورة يعني. هو بعيدا عن الإصابات. لو جينا عند تفصيلة الروتيشن. يعني لو أفترضنا أن الإصابات. وكي روتيشن بيحصل. أكيد. مش لو أنا بلعب في مركز معين. وحضرتك بتلعب في نفس المركز. اليوم اللي حديك تنزل تعمل فيه ماتش رائع. داي خليني أنا كمان. عندي حمي أو حافظ إن أنا. لما تجيلي فرصة المشاركة أنزل أكل النجيل بالمعنى حرصة. ما طبعا. هذا بيحصل. ده التنافس. أي حد التنافس. أي حد أنا كلاعيب عايز أبقى رقم واحد في الفرق. هو المدير الفني بيحط كل مكان بيحط رقم واحد ورقم اثنين. بيجيب بداية الموسم. مع ورقة كده. في كل مكان عندي رقم واحد كده. رقم اثنين. بيترتب. دلوقتي رقم واحد بيلعب. ماشي ومتفوق. والدني ماشي معاه. رقم اثنين هيستنى شوية. ممكن ينزل كبديل. هيحصل أي مشكلة. رقم اثنين هيركب. في كل المركز. وأي مدير فني بيشتغل بنفس الأسلوب. بالضبط. أي مدير فني بيشتغل بنفس الأسلوب. مع كتر المطشات أو البطولات التي تخص فيها. نادر أهل ساعات بيلعب دوري عام. ساعات كاس مصر. ساعات بطولة أفريقيا. هو ده اللي بيحصل فيه روتشنب. لازم يكون عندك مجموعة من اللاعبين. أولا. البديل لازم يكون على قد تسعين في المئة. زي العيب المستوى. ده الفرقة الكبيرة. ده الفرقة اللي بتلعب على منافسها. وده الفرقة التغيير بنسبة لها. في التشكيل ما يقصرش زي الفرقة اللي هي مفروض في نص الجدول أو تحت. ما عندوش الخمسة وعشرين العيب بنفس المستوى. لأ. وإحنا كمان عندنا عبارة بتحمل الكل مسؤولية جديدة. عبارة أو جملة الأهل بمن حضر. بالضبط. من يحضر ده بقى لازم يكون جاهز نفسيا. لازم يكون جاهز بدنيا. مش عايزين نحس في وقت من الأوقات أن اللاعب البديل اللي بينزل. لأ. تحس نوع ده بنيه ده أصلا ما بيخدش ماتشاط. إحنا مش عايزين نشيل النغمة دي السنة دي عشان ما نتديش أي أعذار. في وقت من الأوقات لأي اخسارة أو أي تعادل لقدر الله. عايزين نمشي. أولا. إحنا متربعين على القمة دلوقتي الحمد للأول. لازم عشان تفضل. تفضل كده أو تحفز على المركز الأول. محتاجة شغل كتير جدا. محتاجة دوافع على طول تتجدد. محتاجة كلام كتير بالنسبة للجانب الإداري. بالنسبة كاب سيد عبد حفيز. لازم على طول مع اللاعبة ويحسسهم إحنا فين. وإحنا هنوصل لإيه. وإحنا عايزين إيه السنة دي. مهمة جدا. طبعا مجلس دارة النادي الأهلي. أكيد كابتل خطيب السنة دي مع مجلس الإدارة. أكيد كل السينيروات دي حصلت في الموسم السابقة والإخفاقات اللي حصلت. فأكيد كل حاجات دي قدامهم. فأكيد على طول مع اللاعبة وعلى طول من أي إخفاق على طول يفوقوا اللاعبة. لا إحنا خلي بالك. إحنا مش عايزين نوصل للسنة دي. خلي بالك. إحنا مش عايزين نوصل للسنة دي. فأتمنى إن شاء الله أن يفي تفوق الفترة الجاية إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. برضو عايز أفنح ديك عند تفصيلة كده. فكرة إن إن آخر ثلاث ماتشات بصفة خاصة. اللي هو سموحة وفارك وفيوتشر. اتنين تعادل وواحد فوز. ده خلت بعض جماهير النادي الأهلي تبقى قلقانة شوية من كواليتي مشاركة النادي الأهلي في النسخة القادمة من كاس العالم للأندي. يعني قال لك كنا حابين نشوف أداء يطمننا على مشاركتنا في كاس العالم. فده ما كانش متحقق إلى درجة كبيرة. برضو مش عايزين نكون قصيين أكيد. لكن على الأهلي ما تحققش النسبة كبيرة أو النسبة المتوقعة من الجماهير. عليك شايف التفصيلة دي إلى أي درجة هي مطمئنة أو تدعو للألاء. لا بص النادي الأهلي في بطول كاس العالماندية موضوع تاني وجو تاني وشعور اللي عيد نفسه وبيلعب في بطولة زي دي مع فرق كبيرة ده الموضوع التركيز بيعلى لدرجة مية في الماء. ما هو عشان أنت بتلعب مع فرق كبيرة. يعني فيه ناس تقولك إيه ما معناها يعني. طبعاً إلا أنا حقوله ده ما قصدش بأي إساءة. يعني كل التأدير واللي احترامه كل الفرق بس أنت مثلاً لو عندك تحفظات على لقاءك مع فيوتشر أو مع فرقه مثلاً تاني كل اللي احترامه التأدير ليهم بطبيعة الحال. وما هتعمل إيه مع مثلاً ريال مدريد لو سطفتك الأخضر ده تركيز اللعيب المصري. اللعيب المصري لو بياخد كل الأمور الفرق كلها مالوش دعوه بيلعب مين والتركيزه كله بيبين مية في المية أقولك أوكي. لكن اللعيب المصري على حسب هو بيلعب مين النهاردة. انتقائي يعني. آه. على حسب لعيب من النهاردة. النهاردة مثلاً أنا بلعب فيوتشر طبعاً فرق كبيرة جداً على فكرة. طبعاً طبعاً طبعاً. المباراة كانت أنا شايف المباراة دي 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 آه يعني. دي آفة موجودة معنا عبر أجياء. آه كلمة حلوة آفة على 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 مواسم كي طويلة وعلى طبع اللعيب المصري إنه هو من لما بيجي بيلعب فرقة على المستوى بين وجهة نظره أن هي أقل منه شوية فهتلاقي التركيز مش مية في المية. لكن لما بيروح في كاسة العالم الأندية بيلعب وعرف الناس كلها بتتفرج على كاسة العالم الأندية الناس كلها الأنظار كلها وتتجه إلى هذه البطولة بتلاعب فرقة كبيرة التركيز بيوصل للمية في المية هي دي مشكلة اللعيب المصري. توقعاتك ايه بقى بالمنازلة يعني فيما يتعلق بمشاركة النادي الأهلي بالنسخة دي من كاسة العالم للأندية. إن شاء الله بإذن الله بص النادي الأهلي بي على طول ما شاء الله في كل المشاركات معظمها بنتكلم في 8 سنة المية بيقدم مباراة جيدة جدا وبيقدم مباراة على مستوى حفاظك على مركز التالت المرة اللي فاتت تالت العالم مرتين وواربعة بقي حاجة إنجاز كبير جدا النادي الأهلي دلوقتي من أكثر الأندية للعبة في كاسة العالم للأندية مع عدد المباريات كل حاجات دي تخش في التاريخ كل حاجات تخش التاريخ وحاجة فخر لنا كلعبة نادي الأهلي أو معاشقза نادي الأهلي إن كون فرقتنا النادي الأهلي بتلعب في كل مسم في كاس العالم الأندية وده عشان إحنا نقول اتظلمنا في النهاية البطولة اللي فاتت وانت عارف الموضوع اللي حصل والجواب والقصة اللي حصلت دي ربنا رايد لنا بحاجة كويسة ان احنا برضو نروح لكاس العمدين ومتحصلش كتير إن الله الله ده أجر من أحسن عمل انت بتشتغل وانت بتشتغل واتلاقي ربنا بيسهلك الأمور بيسهلك الدنيا انت تستحق الموضوع ده انت مخلطش البطولة بس انت تستحق انك انت تروح فانت روحت فدي حاجة ما بتحصلش خالص في ناس بتاخد بطولة أفريقيا والبطولة بتتلغي عشان النية بيضة برضو كيف تتخلقان النية بيضة وخبرة وزال بول الحمد لله فإن شاء الله كده تبقى بطولة حلوة والناس تستمتع الناد الأهلي تمني ببطولة دي بالذات الناس بتستمتع وتتبسط وتبقى حاجة حلوة قوي من فترات طويلة من ساعة ما البطولة اتعملت الناد الأهلي بيعمل البطولة دي على أعلى مستوى فأتمنى ان شاء الله تبقى بطولة كمسة ولعب تمني خلالها مع فرق كمسة بالنسبة للعب كمان اللعب الناد الأهلي بالنسبة له بيبقى مستنى الفرح ده ومستنى الاحتفال ده فهو أكيد بيبقى تركيزه رايح مية في المية على فكرة نقطة مهمة جدا لازم نفكر فيها في المباراة اللي فاتت إصابة أكرم توفيق ألقت بعض اللعب طبعا انت كلعب كرة عايز تلعب بطولة زي دي الآن سبحان الله الاصابة دي قدر من الله لكن كل العيب يقعد يفكر فيها لو كنت جاءت لإصابة دي أنا خايف فهتلاقي فيه ألق شوية الألق ده هيخليك في بعض الكرة المشترقة أو في بعض الألق متحفظ بالتدخولات الآن لأن الموضوع لسه قريب الموضوع لما ياخد وقت شوية خلاص يتنسي فتلاقي اللعب يرجع تاني لطبيعته فأتمنى إن شاء الله للموضوع يتنسي وأقرم يرجع لنا بالسلام إن شاء الله يا رب إن شاء الله تعال يا ابتنا حمد بعد إذنك نعمل مقارنة كده بين الفترة اللي حضرتك الشخصية كنت بتلعب فيها في النادي الأهلي وبين الفترة الحالية مش هقولك بين الجيل والجيل لكن هنقول الفترة دي بالمقارنة بالفترة دي إيه المستجدات اللطيفة في رأيك اللي كنت تتمنى أن هي كنت توقع موجودة في الوقت اللي أنت بتلعب فيه وإيه الحاجات اللي اتغيرت للأسوأ في المنظومة في الشكل العالم بص هو فيه نقطة حلوة ووحشة هي اللي بتربط بين دي ودي السوشال ميديا السوشال ميديا على وقتنا أنت كنت بتتكلم هديئة فرق هديئة حاجة حلوة وحاجة وحشة ساعات بتبقى حاجة حلوة للعيب بتدخله في شهرة وحاجات كثيرة جدا وساعات بيبقى الموضوع بشكل وحش وهدامة بتخش في الأسر وحاجات احنا ما كناش نحب نشوفها لكن هو ده الفانح لكونا بنتكلم الدوري بتاعنا مثلا بتلعب دوري مش كل الموطشات بتزيع موطشات الأهلي بس اللي بتتزيع مثلا بتلعب في نادي تاني عنده موطشين الأهلي وموطشين الزمالك يعني اللعيب بلعب في الموسم كله الناس بتتفرج عليه أربع موطشات بس لكن دلوقتي كل الموطشات بتتزيع كل الموطشات فيه دلوقتي فيه استودات تحليلية فيه أهداف الأسبوع لو محدش شاف المباراة على الهوى ممكن يشوفها بالليل ممكن يشوفها الضهور الموطشات بتتعاد فده لعيب الكرة دلوقتي كان زمان برضو الناس حافظة لعيبة النادي الأهلي وموطشات تتزيع عندها التانية فيه لعبة كتير يتظلمت فيه لعبة كتير على أعلى مستوى الناس لعبت وبطلت الناس ما تفتكرهاش المواهب تختلف المواهب كل ما بنقرب أو كل ما بنوصل للمواسم دي المواهب بتقل بكلم كدوري مثلا ليه بقى لماذا عندي فعل لا معين في العالم كله شكل الكرة تختلف شكل الكرة اختلف يعني عرف لعبة الحواري على فكرة ده كانت من أهم السمات اللي موجودة عند أفشة مثلا وموجودة عند أحمد عبدالقادر عندهم التطش بتاع العب الحواري اللي هو الحرفرة كلها طبع 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 ليه الظاهرة دي فعلا بتقل مع مرور الوقت ما بقول لك ما عشان كده ميسي متربع على القرى العالمية لمواسم بقاله مثلا 13 أو 14 سنة ليه عشان عنده الحتة دي مفيش حد عنده الحتة دي زي ميسي لكن دلوقتي كله بيتجه للقوة الجثمانية بتشوف منتخب فرنسا عمل ازاي شوفت القوة الجثمانية عاملة ازاي ده وليه بتجري في الملع اه موضوع التكتيج حاجة اه اه قوة جثمانية جدا لكن برضو هتيجي في الاول والاخر انت كمشاهد لما اجي عايز اتفرج عيني هتروح على لعيب المهاري عيني هتروح على أحمد عبدالقادر عيني هتروح على أفشة ومال ان البرازيل كانت مولعة الدنيا بالمعنى الحار في زمان دي بزبط لما كانت روماريو ورونالد ورونالدين لو تكلمنا في أجيال كتيرة جدا عينينا بتروح المشاهد بتروح للعيب الحريف بس حتى في البرازيل يعني حتى البرازيل اللي هي اخترعت النوع ده من اللعب اللي هو المهارة البحتة برضو الكام مش كبير بص احنا الحياة بقلت براكتها مش اتكلم على الكورة بس هنتكلم على الطرب مثلا الأغاني ايوه فين مقالصون فين عبدالحليم فين كتير بقى محرم في قد فيه وفيه كتير دلوقتي لما تجي تكلم برضو هتلاقي واحد او اثنين لكن كل المواهب في التمثيل هتلاقي المواهب قلت في جميع المجالات ما تعرفش بقى سبب الحياة اختلفت الناس برؤيتها مع ان مقاومات تطوير وتنمية قوي اي معدد البشر بقت اكتر بكتير من زمان بالظبط انت دلوقتي عندك ممكن تسهل او تطور عارف زي ايه مع فرق الامثلة كان زمان الواحد عشان يحصل على معلومة بيتعب عشان يوصلها ويروح مكتبة ويطلع مجلدات وقوامات دلوقتي دوست زرار الاجابة على اي سؤال يخط بلك ومع ذلك الثقافة قلت مليوم مر بالظبط الناس خلاص بقت كل حاجة سهلة كل حاجة سهلة فالناس ما عنداش مش عايز تتعب كنت تحب ان الوقت اللي بتلعب فيه كان يبقى فيه سوشيال ميديا ولا كنت تخاف ان يبقى فيها سوشيال ميديا وانا اقول لك يا الحاجتين بص يعني لا طبعا فيها حاجات حلوة يعني فيها حاجات حلوة كتير لكن التريقة والتقطيع وخش على الأسر ونتكلم على فيه بيحصل مشاكل للعيب معين حتى اطلاقيا مش صحيح ابنه او مراته او تشوف اي كلام مش حلو في حقه في الآخر ده العيب كورة لو عايز تقول كلمة في حقه وكلمة حلوة لو عايز تنتقدوا انتقدوا في الحتة الكورة ما تنتقدوش فهي حاجة تانية فدي حاجة هتزعل يعني هل فكرة كابتل ممكن يجي علينا يوم من الأيام انه كون لسه مخلصين متابعة ليه كاس عالم ايا كانت السنة اللي هتتعب فيه ونرجع مرة تانية نتفرج على الدوري المحلي بتاعنا من غير من حس بغربة بص انا يعني معظم وقتي بقديمها ليه صديق اسمه داكر عبد الله كان لعيب كورة معي في الناد الاهلي كان لعيب كورة معي في الناد الاهلي كان لعيب كورة معي من الحمدينة 14-15 سنة ده صديق العمر يعني منوع ان نتفرج طبعا على كاس عالم ومنتابع كاس العالم وازاي اللهفة وانت بتتفرج هي مش كورة بس مناعك تصوير كل حاجة طبعا فبعد ما نخلص خلصنا بقى ودخلنا بقى على الدور العام نجد نتفرج على الدور العام تحس ان احنا عادتنا مع بعض يعني ايه الدور العام دا زي الفيلم تتفرج كده لقطة بصة وخلاص بقى ودرخش تتكلف المواضيع وكذا كذا كذا اما تسمع الموزيع اه مش عارب تقدر تمس تاني لكن في كاس العالم قدتش تقدر هو دا الفرق ممكن نوصل للمرحلة دي في يوم من الايام ان الدور المصري بجمع الدوري بتاعنا دور المصري طب نقول دور المصري زي مثلا الدور الاسباني زي الدور الانجليزي نقارنه كده بدوري طب هل في اسبانيا جماعة لما بيخلصوا متابعة منتخبهم اللي بيشارك في كاس العالم ويبجعلوا الدوري بحرس المغربة طيب يعني المياه تكون واحدة نفس مستوى العيبة هو نفس التركيز ونفس الاحترافية 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 كلاعب كمنظومة كلها كلاعب كتدريب كصورة للمشاهد كتحليل حاجات كتيرة جدا نقصانة بس اتمنى احنا برضو مش عايزين عندنا من اليأس اتمنى ان شاء الله في المستقبل ان احنا نقدر نوصل قريب من حتة دي سعلى فكرة احنا كلامنا ده مش من باب تكسير المهاديد قد ما هو من باب العكس خلق حافز بعدين احنا عندنا مقومات تسمح بكده احنا عندنا كواليتي العيبة زي الفول بس ما تفهمش ايه احنا بالمناسبة ايه اللي نقصنا عشان نوصل اللي احنا نتكلم في ده والله يا كريم في حاجات نتكلم الاول من اول قطاع النشئين وهي نقطة مهمة جدا انا باستغرب دلوقتي ان في حاجة اسمها الانديا الاستثماري اه لا اكاديميات اه لا اكاديميات اوكي ممكن تشتغل في الاكاديميات فترة من العمر دي مهمة جدا اوروبا كلها شغال فيها من السن الصغير اللعيب تدع تعلمه اساسات الكرة وده طبيعي في كم العالم لكن تيجي في وقت معاين عندهم 13-14 سنة اندية دلوقتي عشان حتة المادية في اولاد مستواهم في الكرة قليل جدا بيخشوا ناديا استثماري يقولك الفرقة دي تحت 14 سنة ناديا استثماري يخش دوري يدفع فلوس ها عشان ابقى لعيف في الفرقة دي وباخد مكان ولد امكاناته المادية ضعيفة جدا بس دابعة فلوس عشان يلعب دوري فبتلاقي لعيبة كتير جدا مستوام المادية ضعيف ملهمش مكان دي حاجة غريبة جدا اول مرة الواحد يشوفها الفطرة دي في مصر واندية اسامي كبيرة جدا لما تلاقي اندية كبيرة جدا مش عايز اقول اساميها اللعيبة فيها اندية بتدفع فلوس عشان تلعب دوري معاهم فدي حاجة انا مستغربها لكن في حاجات تانية بتبقى حلوة تطور اللعيب زي الملاعب فيه ملاعب حلوة كتير صحيح احنا لدينا بنية تحتية رياضية استثنائية في الفترة دلوقتي في ملاعب من أحلى الملاعب تلعب فيها وزي ملعب السويس برج العرب كانت في ملاعب صعبة قوي بس كانت في العيبة جمدين قوي للآبانة وسبحان الله يعني إيه اللي يمين دولة اللي موجودة في الملاعب دي مش طرف طلب خالص ولو اللعبة المهارية دي كتت موجودة في الملاعب دي كنت شفت حاجة جمدة جدا بنشكر حضرتك جزيل الشكر نورتيني النهاردة في حلقتنا وإن شاء الله نشوفك على خير قريب وسنة جديدة سعيدة عليك يا رب إن شاء الله يا رب كنسون طيبين وإن شاء الله النهاردة ببارك للنادي في المكسب ونروح للبطولة وإحنا إن شاء الله كده نفسية اللعبة كويسة وتفرجنا على بطولة كويسة إن شاء الله بإسدل رحمة طيب خلونا نتلع فاصل سريع يا حضرات ونرجى بقى عشان نستقبلكم في تالت وآخر فقراتنا الحوارية خليكم معنا